السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الأربعاء 31 تموز يوليو القمر أيضا اليوم موجود في برج الجوزة راح يظل موجود في برج الجوزة زي ما ذكرنا يوم عمس لها الساعة 13 دقيقة من صباح يوم الغد الخميس بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 4 صباحا من صباح يوم الأربعاء بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء وبما أن القمر موجود في برج الجوزة معناته خلال هذا اليوم نشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن نتقلب بأفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية ويمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون الساعة ستة و 41 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب عرقية اللي بتطلب منا أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزمتنا ضعيفة ومنكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة وميالين للكآبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 5 و 32 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لها إلا إذا كانت اضطرارية عندنا الكاتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي وأيضا الحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل طبعا اللي بيشعر بشيء غير اعتيادي بهاي الأعضاء اليوم يراجع الطبيب أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما فيه أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجوزاء خلو المسار القادم يوم الغد الخميس بيبدأ الساعة 226 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر لغاية الساعة 1319 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال عمر 26 يوم الآن الساعة 1131 دقيقة مساء من مساء اليوم طبعا نبدأ باليوم السبع وعشرين نسبة الإضاءة نهاية اليوم 13% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 22 ثمانية سعيد بنسبة 45% القمر في الجوزاء حتى يوم 1 ثمانية منتحس الآن بنسبة 10% ساعة الفجر سعيد بنسبة 30% ساعة الصباح سعيد بنسبة 45% أما ساعة الظهر سعيد بنسبة 15% ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 25% أما في ساعات المساء سعيد بنسبة 15% عطارد في العذرة حتى يوم 5 ثمانية بعد أن يبدأ بعملية التراجع طبعا سعيد الآن بنسبة 5% الزهرة في الأسد حتى يوم 5 ثمانية منتحس بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 4 تسع سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور حتى يوم 1 تسع سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه بالسفر والاتصالات القصيرة طبعا الداخلية داخل البلد وإتصالاتك بتكون بكثرة ممكن تهتم بالإلكترونيات أو بالسيارات مثل صيانة أو شراء وبتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم الشيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض بتكثر عندك اليوم الزيارات والتنقلات وأيضا يوم جيد عن المستوى العاطفي برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا اليوم بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بتكون تتجنبوا النفقات ممكن اليوم تحصل على بعض المكاسب المالية من عمل إضافية أو مستردات، هباد، دعم، هدية أو ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات أو لاستحقاقات مالية اتجنب أهم إشي نزوات التسوق وحاذر من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات يعني انشغل بمسائل مالية متنوعة برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء اليوم عندكم قدرة عالية على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها ممكن تلمس انفراج أو ترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ وممكن أنك تواجه الواقع بمنطق وعزيمة أو ممكن تتلقى جواب في هذه الفترة وكنت بتنتظر وتتوضح لك بعض الأمور وبانتظارك لقاء أو مرحلة جديدة برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا من الآن وحتى صباح يوم الغد الخميس بظل التعب مسيطر عليكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذاءكم وراحتكم ابتعد عن الأجواء الصاخبة والمشحونة بالانفعلات خذ قصة من الراحة حابل أنك تعيش لحظات يعني أكثر سعادة لأنه الوضع صعب شوي فبدك تحاذر من الفشل والالتباس أو التراجع الصحي ويعمل بشكل روتيني وما تتخذ قرارات برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد طبعا بتنشطه اجتماعيا اليوم أو بتلتق الأصدقاء وتعتبر هاي الفترة فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحد المعارف عساس يكون واسطة لإلك أو يتمم لك بعض الأمور أهم شيئا أنه اليوم تحاول أنك تنجز أعمالك بشكل كامل دون واسطة أو تدخل من أحدهم يعني إذا بتقدر ولكن إذا في شخص يدعمك بيكون جيد استشير أهل الاختصاص تطمئن مخاوفك وبتفرح لحملة أو تأييد أو دعم لقضيتك أهم مش أنك ما تستسلم بل تفاعل بالخير برج العذرة بالنسبة لمواليد برج العذرة بدك تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم طبعا بدك تكون على قدر المسؤولية وما تتردد بطلب رأيي أو مساعدة أحدهم دع خجلك جانبا عبر عن آرائك بثقة وجراءة والجنة بالكلام القارص والانتقادات برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان اللي بدي تقدم لإمتحان أو مقابلة يبدو يستعد بشكل جيد اليوم أيضاً رغم أنه اليوم جيد على مستوى السفر أو التواصل مع أشخاص أجانب أو أوراق أو أوراق معاملات إلها علاقة بإقامة أو هجرة هاي فترة حافلة بالنشاطات ابحث عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما أو تكثر الإنشغالات الإدارية وحاذر أيضاً من المتاعب الصحية برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وسارعوا في ترتيب أوراقكم وملفاتكم وممكن اليوم تحتاجوا لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة أو من شيء ممكن مأرقك أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وما تتقوقع على نفسك وشارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس بوسعكم تعزيج شركاتكم سواء في العمل أو العاطفة وتعتبر هاي الفترة فترة شوي فيها بعض الصعوبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات لأن القمر موجود مقابلك تماماً فطاقتك ضعيفة وممكن تعيش لحظات صحبة ومحرجة تتعاكسك الظروف وممكن تظهر لك معاكسات كبيرة فعشان هيك حاول أنك ما تخال في القوانين وما تكون ساخر وحاول أي عمل اليوم فيه شخص مشترك معك بتمم الأمور برج الجدي بالنسبة لمواليد برج الجدي واصلوا ما بداتم به من عمل سابق وانتبغوا لصحتكم وحذروا من التراجع الصحي وباكروا لعملكم وترك مساحة للغير للتحرك باستطاعتك حسم الأمور لصالحك أو اتخاذ قرار جريء إذا كنت مستعد لذلك أهم شيء اليوم تنتبه على أعمالك انجز الأعمال الضرورية والمهمة في البداية ومن ثم انتقل لعمل آخر برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا برضو اليوم ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة ونجاح ولكن ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو أحبائك وبفاجأك أحدهم بالوقوف لجانبك فحاول إنك تكون شاكر لإله وأيضا ما تنسى رد الجميل الأجواء داعمة بشكل جيد خلال هذا اليوم على المستوى العاطفي أو ممارسة هواية برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت بتنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة حاول إنك تخصص وقت من شؤونك لعائلتك ولشؤونك الخاصة وما تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو شك ولكن حاول إنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة اللي تتعلق بالمنزل ممكن اليوم يكون عندك حدث أو مناسبة أو خبر سعيد ولكن بالمقابل ممكن يكون في بعض الأعطال هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر